السلام عليكم يخوان جميعا كيف حالكم عزيكم بخير رجعت لكم اليوم من جديد يخوان وقبل كل شيء يخوان اعتذر منكم صار في عندي خطأ ببرنامج التصوير فصار في تقطيعات او يعطي لمعة سودة يخوان او لون اسود يعطي ضمن التصوير فهذا كان خطأ ببرنامج التصوير اعتذر منكم ولكن ما استطاعت ارجع اعيد من جديد لانه في عنا شرح لعصايات اليوم في عنا عصايات مجانية في افتار مجاني في طريق التطوير والحصول على كل هذول العصايات او تمكيس العصايات او كم بطاقة او كم بدهن هذول العصايات راح اشرح لكم ياه بشكل كامل عشان تكون عندك انت الفكرة الكافية تمام اتمنى تقبلون اعتذاري والله يجاكم كل خير فضلا وليس امر اللايك لهذا الفيديو والمم تابعنا يتابعنا اخوان تسمون الصلاة عن اللي اللهم صلى وسلم على سيدنا ومحمد طبعا هذا الخاتم عشان تحصل علي بدك تلعب عشر قيمات وتحصل من خلاله على هذا الخاتم وتحصل بعدها انت على العصة تمام مثل منتو لاحظين هاي التقطيعة السواد اللي هيك لمعات هاي الخطأ صار برنامج افتار طبعا هاي العصة تحصل من خلاله على هاي العصة هاي العصة كم خاتم عشان بدك تصير معك لفل مكس بدك خمسة وخمسين خاتم خمسة وخمسين خاتم بيصير معاك هاي العصة لفل مكس تمام اذا موضوع العصة هاي انتهى موضوعها بالنسبة للبطاقات ما ضافوا بطاقات خالص نهائيا ضافونا عن طريق عشرين كاش بنشتري خمس مرات كل شراء ستين بطاقة هذانا ستين بطاقة انت اشي بدك تساوي بيهن؟ في عندك خيارين اما تشتري الصندوق هذا الذهبي الخاص بالعصايات العادية ليمطي للغالكسي والعصايات العادية او انك تشتري بطاقات للبولباس يعني ينفع عندك هذانا تبعات البولباس ايش ينفع عندك؟ ينفع عندك بالبطاقات عشان يتجمع بطاقات للكؤوس البولباس للحدث المقبل اول ما تفتح طاولة الكؤوس فانت مخير يعني اما تشتري بطاقات للبولباس او انك تفتح بها صناديق او ما بدك تشتغل هذا الموضوع يعود للك انا حبيت بس اقدم لك هذا الشرحة البسيط عشان تكون عندك انت الفكرة الكافية والكاملة من خلال هذا الموسم تمام؟ هنا خلصنا لدينا سبعين سبعين نرجع نشتر بيهن ثلاثين بثلاثين بعشرة ونكون انتهينا من البطاقات ويكون انتهينا من الخاتم وانتهينا من الشرح من العصة الاولى بقت عنا العصة الثانية والعصة الثالثة وفيها الافتار كمان راح نحصل عليه يعني افتار مجاني هذا هو افتار اسطوري يعني ان شاء الله جميع يستطيع يحصل على هذا الافتار تمام؟ طبعا هذولا عرض حطوه للي بده يشتري لجولدن اسبن فما عارف عدد انت مخير لكن في طريقة اسطورية راح تقدر تحصل عليها عندنا العصة الاولى اللي هي عصة البولباس العصة الثانية اللي هي عصة الونستريك اللي خلصناها من شوي عندنا العصة الثالثة عصة اسبن لازم تفوز باسبن اي هو اسبن اللي هو القرصة الدائرية يا اخوان تمام؟ خلينا ندخل على الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال تقدر تمكس العصة العصاي كم قطعة بدها كم صندوق بده راح اشرح لك الوضع ان شاء الله لتعرف العصة كم صندوق وكم بطاقة عشان اصير معاك انت الفل ماكس هاي العصة طبعا خلينا مبدئيا نفتح للها بدك اول شي تفتح بده يطلع لك صنادي وينز يطلع لك الى خير تعرفونها ما بتعطيك مباشرة مثلا رأسا تطويرات ولكن بتعطي هي بتعطي انا افتحت اكثر من مرة بتعطي لك مواضيع حلوة هنا اخذنا ثمن قطع بتعطيك ثمن قطع مثل انت شايف بتعطيك ثمن قطع خاصات بتطوير العصة تمام اما سبن العادي بيعطيك اربع قطع تمام هاي هي العصة هاي العصة راح تقدر توصلها انت الى الفل ماكس وكمان كم نقطة تعطيك للكيوباور اللي هو الاطار كمان راح نتكلم هذا الاشي بس بفضلا وليس امرا يخوان اريد منكم متابعة شير متابعة للصفحة ودعم الصفحة يخوان الله يجاكم كل خير هنا اخذنا العصة حصلنا على العصة يخوان وهنا اخذنا الافتار واخذنا هاي العصة طبعا هاي العصة راح نطورها بسمو اليوم بل بعد كم يوم يخوان حتى تنزل الطاولة الخاصة بهايا العصة ان شاء الله بقيت الشرح فيما بعد موضوع الشرح المهم هاي العصة عصة اسبن عشان نطور عصة اسبن يخوان لازم يكون عندنا جولدن اسبن اذا كان عندنا جولدن اسبن عن طريق الجولدن اسبن هذا بنحصل على ثمان نقاط من كل صندوق اذا ما كنت تمتلك انت اه جولدن اسبن او اه ما بدك لعب عن جولدن اسبن الى اخره فعن طريق اسبن العادي تستطيع تمام طبعا هاي العصة عشان تصير معاك الفل مكس كم قطعة بدها اخوان بدها ميتين واربعة وستين قطعة من الف الواحد الى الفل مكس ميتين واربعة وستين قطعة اوكي تمتوا عليه 264 قطعة بتصير معاك طيب عن طريقة كم صندوق يا ابو فيصل عن طريقة بدنا 33 صندوق 33 صندوق نصف الناديقة الذهبية بتصير معانا العصى ب33 صندوق اللي هو هذا الصندوق لكن انت وحظك انت وحظك احتمال ما بتأخذ معاك كثير وتفتح احتمال بتطول الموضوع حظي فاللي ما عنده حظ الله يعينه ان شاء الله تمام هاي مشكلة التصوير هي اللي عقدتني لكن انجبرت اما بالنسبة لي الـ golden spinna العادي اللي هو هذا هذا متوفر عند الجميع كم صندوق بدنا من هذا الصندوق من هاي القرص هذا القرص يا اخوان بدنا من عنده 66 صندوق الـ golden spinna الشراء الذهبي 33 وسبن هذا العادي بيعطيك 66 لوا تمام فيعني موضوعه حلو وجميل جدا وتقدر انت تطور هاي العصر طبعا راح تقول لي جزء انا عندي عمل بدها بدها شغل كثير بإمكانك انت اذا كنت مثلا بالبيت تنطي اخوك تنطي ابنك تنطي اي واحد من العيلة يخلي يكبس لك عليه حتى ما يقدر يوصل لك ياها الى الرقم المطلوب تمام طبعا كم نقطة تعطيك للكيوباور هاي العصر هاي العصر بتعطيك 1425 نقطة للكيوباور ويصير معك الكيوباور جميل الكيوباور ايش يخدمنا يخدمنا للإطار هنا نقاط الكيوباور هاي للإطار اذا اخوان على الشكل التالي هاي العصر عشان نصير معك لف المكس عن طريق جولدين سبن بدها 33 صندوق عن طريق سبن العادي بدها 66 صندوق تعطينا نقاط للكيوباور 1425 وكمان العصر من لف الواحد الى لف المكس 264 نقطة تمام تمام هنا دخلنا لشينا نشوفكم الأفاتار تمام هنا نحصل على الأفاتار طبعا احنا اخذنا هذا الأفاتار الخاص بها العصر هذا الأفاتار جميل وانيق جدا ان شاء الله الكل يستطيع يحصل على هذا الأفاتار هذا هو الأفاتار حلو ويطبق على كل الإطارات اعتقد لانهم محطين فيه من كل أنواع الإطارات يطبق عنده جميع طبعا تمام ايش كمان بقى عندنا العصر العصر خلينا ندخل على العصر يا اخوان نختصر شوي نشوفكم العصر هاي العصر يا اخوان راح تنزل طاولة وراح نشوف ايش المهام المطلوبة يا هل ترى راح نقدر نطورها عن طريق العصر او عن طريق شيراء او عن طريق مهام ايش اللي راح يكون راح نتكلمه في فيديو آخر ان شاء الله بالأيام المقبلة تمام اول ما يصير مجال تطوير هاي العصر لانه هاي العصر كمان راح نقدر ننكسها ولكن للأيام المقبلة حتى تنزل موضوع خاص بهاية العصر اتمنى يا اخوان ما ازعجتكم اتمنى يا اخوان تعذروني عن الخطأ الصار بالنسبة الخاص بالتصوير برنامج التصوير فان شاء الله هذا الموضوع ما ينعاد بالأيام المقبلة وراح يتم حل بإذن الله مباشرة تحية اليكم كان معكم اخوكم اتمنى هذا الفيديو البسيط وهذا الشرح نال اعجابكم اتمنى لكم موقعات سعيدة تحية اليكم وانما كنتم وما تكونون حطونا لايك والسلام عليكم